الاول كنت علشان تضمن وظيفة كويسة تضمن لك بعد كده مرتب كويس كنت محتاج ان انت ولا غنى عن انك تجيب مجموع كويس في السنوية العامة بعد كده تبدأ تخش الكلية تتخصص فيها وبعد من خلص الكلية في اربعة او خمس سنين تبدأ بعد كده ان انت تشتغل دلوقتي العملية دي لسه موجودة برضو حتى المجموع بطاعةك في السنوية العامة ويعمل كل الحوارات دي لكن بقى فيه بدايل تانية اسرع وبدايل تانية مش محتاجة اصلا ان انت تخشها الكلية وبرضو البدايل دي هتضمن لك انك يكون عندك وظيفة ثابتة بمرارتك كويسة عايز تأمل مستقبلك من دلوقتي حتى من قبل من خش الكلية اتعلم برمجة وتعلم انجليزي اكتر حاجتين مطلوبين هم اللغات والبرمجة البرمجة تقدر تتعلمها على قنوات على اليوتيوب زي الزير ويب سكول والانجليزي برضو ممكن تتعلمها من على قنوات زي زي امريكا انجليش كل الحاجات دي ممكن تتعلمها ببراش ومتبولك تتعلمهم كنوع من الزيادات او الرفاهية لا الاشياء دي انت لو تعلمتها هتشتغل بها يعني انت لو تعلمت برمجة واخدت خبرك كويسة فيها هتشتغل مهندس برمجة في شركة لو تعلمت انجليزي وحتى لو مش عاية استشغل كمسلا مترجم او كمدرس انجليزي الانجليزي ده هيخليك تعلى في اي وظيفة انت فيها شوف كلا اي حد متوظف في اي اي وظيفة في الدنيا وخليه يتعلم انجليزي ويحسن انجليزي بتاعه المرتب بتاعه ومكانته في الشركة اللي هو شغل فيها هتتبق تعلى الانجليزي هيفيدك في كل خطوة تعملها في حياتك. حرفيا هو هيخلي الخطوة دي تبقى خطوطين مش خطوة واحدة. دلوقتي انت بمقاش عندك طريق واحد تمشي فيه اللي هو بتاع السنوية العامة. انت دلوقتي عندك طريقين. يا السنوية العامة وتاخد المجموعة اللي انت عايزة وتخش الكليل انت عايزها. يا اما لو لا قادرة لا ما حصلش نصيب. او حتى لو حصل نصيب بس حابب ان انت تزود في خبراتك. وتزود في الوظائف اللي انت ممكن تشغل فيها. اتعلم برمجة وتعلم لغة. البرمجة والانجليزي. ساعات لما الناس متسمع كمية برمجة بيتخضوا بيحسوا انها حاجة صعبة وانها حاجة مستحيلة. هي مش حاجة صعبة بس هي حاجة انت ما تعرفها اصلا ما تعرفش يعني برمجة. فلو مش حابب تبقى في البرمجة علشان خايف منها. فلا هي ما تخوفش. هي مش صعبة. هي زيها زائية حاجة تانية. مع الممارسة بتبقى تتعاود عليها. والانجليزي نفس الموضوع احنا بس بنتعلمه بالطريقة الغلطة في المدرسة. فالانجليزي مش صعب. لو تبعت على قناة دي امريكا او اخدت كورسة في اي مواسسة مدفوعة. الموضوع برضو هيكون اسهل معك وهتتعلم بسرعة. مش شرط تعلمهم دلوقتي. اتعلمهم في اي وقت. بس خليهم محطوطين في دماغك كده. خليهم منورين في دماغك. ان دول يعني بدايل كويسة. تقدر تضمن لك مستقبلك. يعني عشان لو الناس يعني فيه ناس بتقور في موضوع السنوية العامة. فروا ما اجابش المجموع فبكده حياته خلصت او حياته باظت. بالعكس. حياتك هتكمل عادي وممكن تخلص تريك برمجة في اي مصار. وتشتغل به وانت صحابك اللي معك في السنوية العامة لسه نجد في الكلية. فتعلم برمجة وتعلم انجليزي ودايما خليك فاكر ان دلوقتي ما بقاش عندك طريق واحد اللي هو السنوية العامة. بقى عندك طريقين. يا السنوية العامة وتخش الكلية اللي انت عايزها. اما اركن الكلية على جنب او ما تركنهاش على جنب يعني بس خليك عارف ان دلوقتي تقدر تعلم نفسك حاجات كتير اوي مهارات كتير اوي والمهارات دي مش هتكون مجرد تعلم. لا دي حاجات هتجيب لك فلوس بعد كده. وعلى فكرة الموضوع مش بس برمجة وانجليزي او برمجة ولغات. في مهارات تانية كتير اوي مسلا زي اللي هو المنتاج وزي التصوير وزي العديد الصور. في حاجات كتير اوي ومهارات كتير اوي لو حاولت تتعلمها واتقنتها تقدر تجيب منها فلوس وانت لسه طالب حتى لو انت في السنوية العامة مش مش في الكلية. فان عادة بتخرج من الفيديو ده وانت عارف متأكد ان في حاجات كتير اوي ممكن تتعلمها لوحدك من غير كلية من غير الشهر بتاعت الجامعة والحاجات دي حاجات لطيفة واتخليك تشتغل في سراكات كويسة بمرتبات كويسة وتضمن لك برضو مستقبلك بعيدا خالص عن الكلية وعن السنوية العامة. هسلم لك القناة باش مهانوس قسامة زيرو في وصف الفيديو دي يمكنين احسن القنوات اللي بتعلم برمجة على اليوتيوب. انا على نفسي برضو بتعلم منها دلوقتي. وكمان قناة دي امريكا انجليش اللي برضو بتعلم منها انجليزة حاليا.